موسيقى لا للرياضة لمشاهدة الآثار إذن نربط في مشاهدة الآثار المدرسة للدراسة نربط في الدراسة نذهب إلى المدرسة لكي ندرس للدراسة إذن نربط المدرسة في الدراسة الملعب نذهب إلى الملعب لنمارس الرياضة إذن الملعب نربطها في الرياضة السوق نذهب إلى السوق من أجل الشراء إذن السوق نربطه في الشراء ننتقل إلى التمرين الثاني لاحظ معي التمرين الثاني أكمل الفراغ بما يناسب من المفردات التالية عندي هنا مجموعة من الكلمات الرسم الثانية المدرسة رح ندرهم في المكان المناسب رح نقرأ الجملة تعتبر الصورة التذكالية مع زملاء تلاميذ في المدرسة لما كنت في السنة الماضية أفضل ذكرى أحتفظ بها وأما أحسن علامة اختبار تحصلت عليها فكانت في مادة الرسم نضع مادة الرسم للفصل الأول من السنة الثانية بينما أهم حدث هذه السنة معنى سنة الثالثة بينما أهم حدث هذه السنة هو بداية دراسة مادتي التاريخ وضعنا الكلمات في المكان المناسب رجعوها جيدا ننتقل إلى التمرين الثالث التمرين الثالث صنف الأحداث التالية حدث وطني حدث ديني حدث عائلي عيد الاستقلال هل هو حدث ديني؟ لا هل هو حدث عائلي؟ لا عيد الاستقلال هو حدث وطني عيد الفطر هو حدث ديني عيد الميلاد هو حدث عائلي اندلاع الثورة هو حدث وطني حفل الزفاف حدث عائلي نقدر نقول حدث اجتماعي عائلي الحدث الشخصي هو حدث خصك عيد الأضحى هو حدث ديني عيد الأضحى هو حدث ديني عيد الاستقلال وعيد الثورة هم حدث وطني عيد الفطر وعيد الأضحى هم حدث ديني حفل الزفاف وعيد الميلاد حدث عائلي ننتقل إلى التمرين الرابع التمرين الرابع أرتب الأحداث التاريخية على خط زمني عندي هنا خط زمني سنرتب عيد الاستقلال اندلاع الثورة دخول الاستعمار إلى بلادنا أول حدث هو دخول الاستعمار إلى بلادنا بعدها اندلعت ثورة اندلاع الثورة، حدث الثاني وأخيرا عيد الاستقلال عيد الاستقلال في 5 جوليا اندلاع الثورة في اول نوفمبر دخول الاستعمار إلى بلادنا إذا نكتب أولا عيد دخول الاستعمار ثانيا اندلاع الثورة ثالثا عيد الاستقلال كان هذا نمذج تاريخ والجغرافية اشتركوا في القناة